السائحة الأجنبية يقول شاب كان يبيع شرائط كاست أمام أحد المعالم السياحية بالهرم بمنطقة الجيزة بمصر بأن سائحة أجنبية جاءت إليه وقالت له أريد شريط موسيقى لتهدئة أعصابي لأني متوترة وأستريح لموسيقى هادئة فأخذ الشاب يسمعها شريطا تلو الآخر وفي كل مرة لا يعجبها حتى قام الشاب على سبيل الخطأ بتشغيل شريط للشيخ عبد الباصط عبد الصمد فيه تلاوة للقرآن فإذا بها تتعلق بهذا الشريط وتقول أنت شريط وقال لها هذا شريط القرآن الكريم وأنت غير مسلمة فصممت السائحة بشدة وأخرجت له مئة دولار على سبيل الإغراء حتى يعطيها الشريط ولكنه رفض مما أدى إلى زيادة تمسكها بهذا الشريط حتى إنها كان في يدها إشارب وضعته على رأسها وقالت له ها أنا قد لبست مثل المسلمات فأعطني الشريط ربما إذا سمعت هذا الشريط وأراح أعصابي أفكر في فهم هذا الدين وربما أدخله فتهلل وجه الشاب فرحا بقولها وقال لها سأعطيك هذا الشريط هدية لعل الله أن يهديك إلى الحق وتدخل الإسلام وأخذ منها الإيميل الخاص بها ووعدها بالتواصل وكان هذا الشاب غير ملتزم ولا يحافظ على صلاته ولكن كانت عاطفته للإسلام جيدة لكنه يقول في هذه الليلة تحسرت على حالي وكيف أننا نترك هذا القرآن العظيم وبكيت مع نفسي كثيرا وقررت أن أتوب وأن أحافظ على صلاتي وأن أصاحب القرآن الكريم فتغيرت حياتي وشعرت براحة وسعادة لم أكن أحلم بها حتى أنني غيرت تجارتي إلى التجارة في شرائط القرآن الكريم والخطب والمواعد وتواصلت مع السائحة الأجنبية فقالت لي بعد حوالي شهرين أريد أن أسمعك كلمة سوف تفرحك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده